من يوضادي أنا حاضر بنوادر أجتادي حكاية تنسى أبداً أبداً حكايات ضحكات وعيضات هيا نشارد هيا نرى كي نتعلن مما ترى خصف كلوة خيالية مع أنثال شعبية فيها الحكم صحلى الهجم فأر المدينة وفأر الريف كان يا مكان فأر صغير يدع فرفور يسكن في الريف خرج فرفور يوماً من وكري وهو يشعر بالضشر هذه حياة مملة جداً لا أحبها ولا أريدها فرفور لا شيء يبقيني هدوء 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 أولى الوقت لقد سائمت وأسعبت من هذه الحياة ولكن يا بني حياتنا جميلة أنا لا أجدها جميلة سأذهب إلى المدينة سمعت أن هناك الكثير من الطعام العجيب والغريب في المدينة لذا سأذهب يا فرفور غيرك جذب تلك الحياة ووجدها خطيرة جداً كما أننا لسنا معتدين عليها ستندم أرجوك لا قلت إني ساهب وسأذهب هلأ أصغيط إلى أمك يا ولدي أرجوك وداعني الأهل لا لا تذهب سأبعث لك رسالة فرفور وركب فرفور القطار السريع حاملاً عنوانك عني سريب أسف يا أمي ولكني حقاً أريد أن أعيش في المدينة هل سيجد فرفور في المدينة الحياة التي يحلم بها؟ سيجد فرفور qui بما هذا؟ فحسنا السريع حاملاً أيةها المدينة؟ لا قد أدعني أfö pressed وكان ابن العم ذريق في المنزل ولكنه كان يهرب خوفا من براسن القدس الأشود المخيف الذي كان يلاحقه رايق مع أمال ولكن لما أنت خائف هكذا يا ابن العم هل أحفتك منظري؟ ماذا؟ هذا أنا فرفور لم أرىك منذ وقت طويل مالذي أتى بك إلى هنا؟ بالواقع ملل سأمت الحياة في الريق نعم معك حق لماذا كنت مصري عن هكذا؟ هل تعيش هنا وحدا؟ نعم فقران المدينة نحن نعيش بين الحزار إنه منزل كبير وجميل يقول له أن الحياة فيه رائعة حسنا لماذا نقف هنا؟ هيا بنا إلى بيتي سأعد لك طعام جيدا يا فرفور تعال ها؟ 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 وأكل فرفور الطعام الفاخر فأخذوا قطعة من هذه إنها نذيذة طعام جديد عليك ماذا تأكل فريد؟ في الواقع أكل قمحا وجوزا أمازلتم تأكلون أشياء كهذا؟ والآن إليك المفاجئة هناك شيء أفضل انتظر لحظة تفضل جرب هذا ما هذا الشيء الأسود؟ شوكولاتة جربها هيا حنا حسنا اللذيذ هاذ عندك نامع أن أكن عبادا لدينا الكثير منها هنا حسنا سأكنها كلها إذا وبعد العشاء نام الإثنان إلا أن ساعة الحائط التي تشبه البوم دقت فأخذعت فرفور ما هذا بوم؟ ما الذي تتخيله؟ لا يوجد بوم هنا يا فربوس البوم تأكل الفيران هل نسيت؟ ما قد بوم متأكداً أنه بوم؟ بوم اهدأ ألا ترى أن هذه هي الساعة؟ والآن اهدأ وعود إلى النوم لا لا أنا متأكد وفي الصباح أخذ زريط ابن عمه فرفور يريه معالم المدينة إلى أن تنتهب هذا الصباح إلى مكان تستطيع منه أن ترى المدينة ما المدينة كلها؟ أدل والآن لنعبر الشارع يا نعبر الشارع ولكن المركبات هذه ليست مشكلة اتبعني هيا هيا انتظر رقيقة هيا اعبر الشارع أهدأ لماذا توقفت في منتصف الشارع هناك؟ أنا أهدأ ومر صباح اليوم التالي وفرفور في المدينة آمن وسالم أترى؟ أفضل منظر للمدينة سعال أخف أنه كان عالا جدا ضعك من هذا يجب أن تعتاد على الأماكن العالية لتعيش في المدينة سعال معي حسنا أترى كم هي زميلة؟ أهدأ كبيرة جدا واسعة جدا بالتأكيد ليست كريف أهدأ هذا عظيم أتيت لو أعيش في هذه المدينة ولكن هل تظن أنني سأستطيع العيش؟ أهدأ أهدأ فاربور فاربور لماذا تخافوا كل ما حاولت؟ ها؟ كل شيء مخيف هنا أتعلموا أني زائع؟ دعنا نرجع لنتناول إفطارنا هيا أهدأ هيا إنه كتة نائم لا تحدث بشة ها؟ 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 آه آه عليك أن تكون هادئا ها؟ ها؟ مقدوبة؟ ها؟ أصمت ها؟ 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 لا تزعيشني إنتظر إلى ما بعد قلت لك إلى ما بعد ها؟ 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 يا كتب فاربور هل سينجور؟ ها؟ 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 حسناً يا فمسنا، أليس هناك مكان نأكل فيه الطعام بأمان وسلام؟ طبعاً، على الطاولة كل الطعام جيد، يجب أن نذهب إلى هناك، هذا إن أردنا طعاماً لذيذاً هيا، الطريق آمنة وسالمة حسناً وصل الاثنان في هدوء إلى الطاولة حيث الطعام الشعيد أيساً، dialing حفت صاحبة المنزل بوجودينا ستكاد نجونا، لم أعد أدد هذه الحياة ماذا؟ لم أتمكن من العيش بهنا، فنحن نأرض الحياة لن الخطر عند كل وجبة طعام لا تهتم، كل هذه الأمور تافهة لا أفضل أن أكل القبح والهوم ولكنك جئت إلى المدينة لتعيش حياة مثلية ألنت كذلك؟ أجل ولكن نوع الحياة هذا ليس صالحا لي من الأفضل أن أعود إلى الريف حيث أتناول الطعام بأمان هاي وعاد فرفور إلى أجمل حياة طبعا أجمل حياة حياة الهدوء والأمان والعيش في حظن الطبيعة الرائعة عدت إلى البيت يا أمي فرفور؟ ها؟ نعم نعم عدت إلى البيت كنت على حق يا أمي فرفور ولدي أمي ماذا تفعين يا أمي؟ أيها الطفل الطائف الآن فقط عرفت ما الذي أعنيه بأن حياتنا جميلة وهادئة آي 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 وعاد فرفور إلى بيته في الريف بعد أن اقتنع ألا جمال كجمال الطبيعة ولا سلام إلا في بيت الأمان والآن سأخبركم معنى هذه الحكاية فمن الأفضل أن نعيش بأمان وسلام على أن نعرض أنفسنا للخطر من أجل ما نعتقد أنه لذيذ أما أنا فعادة أملأ معدتي بالطعام الشهيد طالما لا يراني أحد لا يهمني ما الأمر يا نجوم؟ أما أنا فلا أحب الأكل لكن أمي تريدني أن أكل طوالا لا يتعني مثله لا يتعني مثله موسيقى 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 أنا حاضر بنوارد أجتادي حكايت تنسى أبداً أبداً موسيقى حكايات بحكات وعضات هيا نشارد هيا نرى كي نتعلم مما نرى في صفح حلوة خيالية مع انسان شعبية فيها الحكم صحلى الحكم صحيح